أقول إنه هي لما اتكلمت قدام الأب أو قالت رأيها معين هي ممكن تبع حاجة عادية ومش الأمة ممكن تتكلم في أي جوازة وممكن اعترض على حاجة ولا لأ ولا ده معنى أن البيت ممشيست لا أواق خلينا ناخدها من حاجة تأماني أكتر هي مش عايزة البنت تستقل هي مش عايزة البنت تحت ليه معيني عايز تخلص منها بتهيأ لي مش واضح إن عايز تخلص منها لا 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 هي مسيطرة عليها وعايزة فيه سيطرة عليها طول الوقت آه يعني هي مبسوطة هي بتمارس عليها القهر والأنيت دايئة كده فمش عايزة هي تمش لأن في أمهات أصلا بتغير من بناتها أن هم يستقل أو ينجحوا إحاقوا ذاتهم ليه؟ هي بدها تخرجي من تحت سيطرتي أنا كده ولو حصل ده هتوقع تكراها في كل اللي حواليها محدش بيحبك غيري لا صحباتك دي مش كويسة لا جوزك ده مش كويس ولو لاحظتي أن البنت انفصلت عن جوزها بسبب تهدخلات حماتها هي عملت هنا حالة من إسقاط على حماتها بقى أن هي رفضت السلطة دي رفضت سلطة الأم فشافت الحمكة النموذج اللي هو سلبي برضو في حياتها فرفضت الحياة بالطريقة دي هي كانت متقبلة معها عشان مامتها عشان إحساس بالزنب عشان فكرة أن دي أمي عشان كده قالت أن مامتها هي اللي ماشية وبتتدخل هي عملت العكس هي شافت ده شافت صورة مامتها في حماتها في حياتها ما كملتش ممكن تكون وحشة بس بالدرجة العادية ممكن تكون ستة عادية بس هي تضخيم الإحساس عندها أنها محتاجة تستقل ومحتاجة بقى لها حياتها قصة ده خلى أن شافت تدخل الأم دي أو حماتها دي قوي عليه شبهها بسيطرة أمها فأنا مش خارجة من سيطرة أمي سيخالي بقليك يا مراحتش بعد 8 سنين تقريباً كان عندها 21 بعد 8 سنين واضح أنها قوة تحمل واضح أنها برضو شخصتها شوية ضعيفة متبتعرف تاخد موقف سريع ستنى 8 سنين ما تتجريش في الجواب أه ما عايز تقايش ما هنا في مكان لو أنا رجعت هرجع فين لمكان غير آمن